حقيقة مكاني أنا بضمن البلد صعب جدا الحواجز تفرض علينا أشياء كثيرة الدواعش ما يفهمون بلغة العقل يفهمون بأن المرأة لازم تطيع فقط أوامرهم مقيدة بمعنى الكلمة الحركة محسوبة اللباس الشرعي كامل طبعا حتى غطاء العيون مفروض علينا قلت قبل أن ممنوع حمل الجوالات حتى طريقة المشي مراقبين عليها ممنوع اللبس الشرعي الغير كامل فمن الممكن تتعرض الموضوع الطلب للزواج من أحد المهاجرين الموجودين أو الدواعش يعني هاي أكثر المسائل اللي حصلت ممكن تلاحق وهي بالشارع يعني وين طلب منها الزواج أو ممكن زوجات المهاجرين أو المهاجرات يدخلون على البيوت وإذا شافوا أي بنت بالعمر اللي هم طالبين وممكن يرغمونها على موضوع الزواج وخاصة من القاصرات يعني هذا العمر المطلوب أكثر شيء طراحة صعب نتفق مبادئهم مختلفة جدا عن مبادئنا يعني حتى نظرتهم للدين والإسلام نظرها مجية جدا ونظرة بعيدة عن الدين بكل معنى الكلمة حتى للحجاب ينظروا له نظرة غير بطريقة اللباس بأي كلام للكلام حتى محسوب فالمشكلة النقاش معهم عقيم جدا حياتي تغيرت كثيرا يعني أنا قبل كنت أدرس كانت الحياة أفضل كانت الحياة مبنية على أمور جيدة وسهلة وسلسة يعني في شوية من عدم الحرية أيضا مع النظام كونه حتى النظام ظلمنا لكن أقلها كان النظام يغض النظر عن المرأة يعني ما عنده اهتمام زائد أو أي شيء أما حاليا فالمرأة مهانة تقريبا يعني هاي المشكلة اللي إحنا بيها المرأة مهانة وتتعرض للجلد للضرب للإعتقال لكل أنواع العقوبات حقيقة بحياتي ما تصورت أنه ممكن نصير بهالشكل هاد